أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيل 1828 إصابة كورونا جديدة مع تواصل ارتفاع نتائج الفحوصات الإيجابية لليوم الرابع على التوالي ووفق المعطيات فإن هناك ارتفاعاً في عدد التجمعات السكانية والبلدات المندرجة ضمن القائمة الحمراء حيث يفرض عليها إجراءات مشددة وتقييدات من ضمنها تعليق التعليم الوجاهي في البلدات العربية أما في البلدات العربية انضمت كل من جديدة المكر وزيمر وعيلوت والبقيعة إلى القائمة الحمراء بسبب ارتفاع نسبة تفشي فيروس كورونا فيها